اشتركوا في القناة وهقول لكم ايه اللي بيتقال بالزبط وهقول لكم ايه الحق وهوريكم حاجات كمان هتوريكم ان كل الكلام ده كسبه فيك اولا خش جوجل وابحث اكتب خطوبة ابو جبل من ابنة عصام الحضري شوف كام موقع حيطلع لك كاتبين الخبر وكاتبين رد فعل سمارة يهز موقع التواصل الاجتماعي وحاجات ايه بصراحة عيب جدا المهم هقول لكم ايه اللي هم ايلينه اللي هم ايلينه ان حالة كبيرة من الجدل اصيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة تجمع الكابتن محمد ابو جبل مع مدرب حراس المنتخب المصري عصام الحضري الصورة دي طبعا يا جماعة الصورة دي قدمة جدا وبقالها فترة وجي واحد من اللي بيحبي شعليل هنار كتب على صفحته واخد الصورة وكتب ابو جبل خلال ساعة صفا مع حمال مستقبلي عصام الحضري الف مبروك من هنا طبعا بدأت البلبلة الناس ما بتسكتش فطبعا المواقع نفسها الواحد متضايق عشان المواقع اللي المفروح احنا بنياخد منها الاغبار الصدقة بتنزل حاجات كذب طب ما هو ده يستخبى ليه اصلا لو حصل المهم نفت مصادر مقربة من الطرفين كل هذه الاغبار مش عارفين نقول ايه غير حظب ان الله نعمل وكيل في كل اللي بينشر الشائعات واللي عايز يسعى في الارض فسيدا ان مش عارفة الناس هتستفاد ايه والله العظيم الواحد فعلا حاجات دايق يعني حرام والله كتير قوي اللي بيحصل من كتر الاشعات عليه طبعا كان اداءه في المطش طبعا الله يكون فعونه الواحد طبعا عزره من كتر اللي بيحصل من كتر الاشعات على سمارة سمارة قطع تنشر فترة يعني هم سواء اتطلقوا مثلا بالفرض ان هم اتطلقوا يعني كم حالة اتطلق بتحصل في اليوم كتير في كل دول العالم الدنيا مش توقف بس هم عشان ما شهورين الدنيا مقلوبة احنا نديلهم ربنا يسلح لهم لحد الوقت ما فيش خبر حقيقي ان هم اتطلقوا ولا رجعوا مش عارفة الناس بتهبت في ايه والناس بتعمل ايه بصراحة والله حاجات دايق يعني حرام الناس اللي هي بتتظلم دي ما يلفز من قول الا لديها رقيب عتيد الناس كل كلمة طلع ان الانسان هيتحسب عليها ربنا يهدي كل عاصم مسلم اللهم امين يا رب